النهاردة هنعمل اول حاجة وصفة الملوخياب الجنباري خلينا نقول كده المينيو بتاعتنا عندي البقدير ملوخياب شهرزاد هنجرب ملوخياب شهرزاد مع بعض ونشوف كده دنياتنا ايه عندي جنباري وتوم مفروم بصل مفروم ناعم طماطم مبشورة كسبرة خضرة ومعلقتين كبار من الصلصة وده اختياري فلفل اخضر حال اللي حابب انها تبقى سبايسي مع الجنباري في ناس بتحب قوي الطعم ده طبعا الملوخياب الجنباري دي امزجة برضو ملح وفلفل وكمون كسبرة جفة مرق سمن اصل الحلوب عشان نعمل احلى طشة دي الملوخي انا هبدأ في الاول هحط كده شوية مرق انا لو الجنباري ده حضراتكم جايبينه انا طبعا جايبا هنا يعني فروزن متقشط لكن لو احنا طبعا بقى في اسكندرية واحنا بقى في بورسعيد لو احنا بقى في اصل الحاجات الحلوة دي هنجيبه طبعا فراش واشاروه وهنستخدمه فراش فهعمل ايه هنزله مع بوكي جارني احطه وادي طعم للشربة بتاعتي والمرق مع البصل مع كرفس مع طمطماية مع شوية حاجات حلوة كده وحط فيها الجنباري عشان يبقى فيه طعم لو عندي عظم سمك مع اشر الجنباري ده هيبقى هايل فهاخد عصارة الاساس بتاع الجنباري الفراش او اشر الجنباري في الشربة بتاعتي وابدأ استخدامها لمرقية طبعا هيبقى طعم مختلف تماما لكن انا بقول لا وده مفيش يبقى فيه بديل تاني لو هنشتريها جهزة او الجنباري هنجيبه فروزن هاخد المرق السمك بيتباع برضو مكعبات خلينيه برضو ايه اخد شوية كده بسم الله حوالي مثلا كوبايتين كبار او كوبايتين ونص وطبعا خلينا فيه ناس تحب تحط الشربة الاول وبعدين تحط الملوخية وفيه ناس تحب تحط الملوخية الاول وتزود شربة اللي ريحكوا اللي هتضمنوا بيه له وصفة ان الملوخية ما تبقاش يعني مائعة منكو او تبقى خفيفة اعملوه طيب احنا معينا طبعا تليفون معي حبيبة قلبي مادام سيهام سلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا عظيمة ازي حضرتك يا فندم عاملة ايه مادام سيهام اخبار حضرتك ايه انا كويسة ما تنزع لنا منك عشان مش بتسألي علي ولا تستسكي باية والله كنت هكلمك مبارح صدقيني والله ما تتعبني والله يا عزيمة وجيت الف سلام علي حضرتك الف مليون سلام عليك بعد الشر عنك والله انت غالي علي مادام سيهام وانت عارفة كده كويس كل يعني امهاتي واصدقائي اخواتي بتسدق غالين علي وعلى رأسي من فوق ما انا عارفة والله انا عارفة والله انا عارفة والله يا عظيمة حبيبة قلبي امين يا رب ويخليك وليا يا مادام سيهام بجد والله تعيش وبسلم بقى على مادام احلام حبيبة قلبي وشاز مزوء ومرامي يا حبيبتي تسلامي وتعيش يا رب تسلامي وبسلم على العظيمة حبيبتي يا روحي يا روح قلبي يا روح قلبي يا حبيبة قلبي يا حبيب تسلامي بتسلمه على حضرتك كتير جوه تعيش تعيش يا حبيب مش عايزة اي حاجة يا روحي تسلامي لي يا رب ما تحرمش من حضرتك بقول لي جيه عظيمة اقموني بنلبل القرس اللي بنعملها بتاعة القرس اللي بنعملها باللبن ايوه ليه ما بنحطها برا بسنشا ما هو بقى مفوض ما تتحطش برا احنا مفوض بنحطها في علبة ونحط فوقس الورقة زبدة ونغطيها نقفلها عشان تبدل محتفزة بالرطوبة اللي فيها ما هي برضو السامنة دي بتبدأ خلاص مع الوقت لما بتبقى في الساعة بتحجر انا لما جيت عملت العجينة وسبتها شوية في الهواء حجرت لما جيت اشتغلت بيها رجعت تاني طرية اه اه يعني الواحد يحطف في علبة ونقفل طبعا مدام سهام تسلامي يا حبيبة اسلامي يا عمري مرسي ديكي ولي سؤالك ويقتر الف خيرك والله ربنا بيحرمني منكو ابدا هنقلت كده حطيت فصينتهم مش عايزة اشوح الجنبري كتير لان انا بصه انا عايزة بس اشيله بقى ارفعه انا مش عايزين هتديله غلوة مع الملوخية عشان ما يعد عطش ما يبقاش زي المطاط مش عايزة تديله تسوية زيادة فانا هحطه هنا كده ودي المرأ بدأ يغلي هبدأ انازل الملوخية هستخدم بقى الملوخية الحلوة بتاعت شهره ذات انا بصراحة في البيت بعملها مجمدة زي ما هي يعني هي زي القالب كده بفتحها من الكيس بيبقى في كيس كده داخلي اهو ده بسم الله الرحمن الرحيم كده طيب احب اخدها زي ما هي بعملي بقى بهدي النار خالص كاني هطفي والمرأ او الشربة بتاعتي موجودة وفيها الملوخية ووطي النار واسبها وقلب خفيف خفيف اتباعها الحاد ما تبقى كده اذا ما بحبش الحقيقة اسبها تيح خالص انا بس هحط دول هنا كشانا اقليكو بس بص هي كلون لونها كمان عامل ازاي خضارها او درجة الخضار بتاعتها نقدر كمان نحط هنا شوية كده طماطن مبشورة وده اختياري مش عايزين بلاش بس انا امك بتدي طعم حلو مع الولوخية بالجنبري شوية وعايز احط هنا رشة خفيفة كده من الملح والفلفل ورشة خفيفة من كامون تاتش كده وبحط برضو تاتش كسبرة وبرضو هعمل التاشة بتاعتي خانيني أسخن التاصة دي عشان إما نيجي نعمل التاشة الحلوة بأصل الحلوب البلدي نشوف هنعمل إيه بالرقتي هاخد كده الملوخية وهنزلها وهبدأ أخد ويسك بسم الله وهبدأ أقلب والله إنت عظيم والله العظيم يا مطاوع ربنا يخليك يا رب ويكرمك كده روان شوفي لا لا وفصل من فراولة كلميها من فضلك فراولة غلي علينا حاولي تكلمين يا فراولة أرجوك أه لا يعني بتجربت مرتين وقطع منها لا حرام يعني إيه معلش عايزين يتواصلوا معنا أم رامي تحية لكي تحية المادام نادية والمادام أحلام حبيبتي ومادام روحية حبيبة قلبي وزوجها الفاضل وكل أصدقاء أنا مادام كريمة لسه يعني عايزين يقولك بقى نانسي لكي تطبيقات حلوة شوفناك كفتة الحلوة مع كراملة وأم إسلام حبيبة قلبي وحشتني جدا إن شاء الله بقى فيه بيننا تواصل بإذن الله مادام سميرة أم جوزيف حبيبة قلبي وتحية لكل أهل المينيا كل أصدقاءنا الغالين علينا والله أنا مش عايزة أنسى حد عشان حدش يزعل لكن كل حبيبي اللي بيتصلوا بصوا مادام سرية طبعا من أستراليا حبيبة قلبي بستنيينك تيجي بالسلامة وعايز أعرف ما عاد وصولك وصدقيني والله لو جات لي فرصة لهجيلك المطار أنا وامو إسلامهم وكلنا هنجيلك ومادام سميرة وكلنا هنيجي صحبة بإذن الله واتنوري مصر في أي وقت بصوا بقى عايزين نغلي غلوة هنا عايزة دي تسخن هاخد بقى أسنى أصل الحلوب الله 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 بصوا بقى الله 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 حبا كده حلوة بالتشة يا سيدي الله عالترميلة بصوا الجمال اخد كده خليلي بس الملوخية إيدي فيها عشان تدي العرق خليلي أبص بس على فين اللوش بتاعي اللوش أهو طبعا خلوا بالكو برضو ما هو إحنا لما بدي العرق ده ما بيجيش غل لما بتبقى الملوخية نفسها اللي تقطفت عشان تدخل في التجميد طلعت بإيه طلعت فاكرين بالعنقود اللي قلنا فكرة العنقود هو ده اللي بيدي المادة الربر دي وعالفكرة فايدة الملوخية في الحتة دي في الربر ده هو ده الأساس فيها فاشوفوا دي مهمة جدا تعالوا بقى إيه ناخد شوية التوم الحلوين دول بسم الله الرحمن الرحيم وقادي الكوسبرة عشان إيه نبدأ وهنا هضيفة على الملوخية الله 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 بصوا بقى الجنباري هنزل هنا استنوني بس لحظة الله الله مش عارف أقول لكم إيه بصوا الجمال هنا مش عايزة غير إن التوم يبقى دهبي مش عايزة حمره زيادة مش عايزة يمرر خلاص مين هيشهق؟ أحمد يضعي مين؟ يلا معايا خليكم معايا حبايبي حبايبي يلا بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 حانني بس أخاذ للوش هذا απ structured ذي إيه ياسي دي ياسي دي ياسي دي امممممممممممممممممممم الله 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 من يقبني الطبق إي Иم لازم طلع فصل من يحتويض عن فصل فورا عشان عارف تدوي الملخية ها 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 هха ورجعنا لكم مشاهدين الكرام مرة تانية بعد الفاصل دي الملوخية انا بس احمد هيب طبق خليني احطها ناحية دي هنا ما شاء الله اتمنى يا رب تعجبكم طبعا احنا يعني مش هنيجي حاجة في في الاسكندرانية الحلوين ولا في البرسعادية ولا في السويسة يعني احنا بنحاول والله نجتهد وناخد الوصفات الحلوة دي منكم بنسأل كده حبيبنا ويقولولنا اتمنى يا رب تكون الوصفة طعمها حلو يعني تجربوا وتعجبكم اشتركوا في القناة